كن يا بني آذم كعابر سبيل واترك وراءك كل عمل جميل وما أنت في الدنيا إلا ضيف وما على الضيف إلا الرحيل واترك بصمة تذكرك الناس بالخير أصلحي 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 ما استطعت وخلي شعارك في الحياة الآية الكريمة إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتمنى أن هذا الفيديو ورقاكم في أحسن الأحوال وكما العدد شكرا جزيلا تعليقكم لأكثر من رائعة وهذا الموضوع إن شاء الله سيكون شامل وكي يخصوا واحد الجانب من التعالي تربية ولكن أخذ الناس اللي كبار يتبعوني أو اللي ما عندهم شدرية وذلك شي فأنا بغيتكم تتبعوا الموضوع بغيت رأيكم بغيتكم تكتبوا لي في التعاليق الرأي ديركم ولي ما لا تبارتاجي ورغم أنني ما كانت لكم ما كانت لكي تبارتاج لكن ما كانت لكي تكون مواضع بحلقة فأنا دبا هنقول لكم أنكم تبارتاجي والمواضع ديالي لأنه بديتك أنشوف شي حوايش في اليوتيوب لا إلى الله يعني وكيت تعطى لمواحد الحيز كبير من المشاهدة نظريات المؤامرة أنا ما عندي ذلك الفكرة أنتع أمريكا هي السبب إسرائيل هي السبب أنا ما عندي ذلك الأفكار ذلك نظريات المؤامرة وغايدروننا وتتافقوا علينا الكفار وحقالك ما كانت لكي تخميش بذلك الطريقة لكن كاتقيت تتلاقي الأحداث كاتتشوف يعني أنه كين شي شي سلطة كبيرة اللي كتتحاول ما أمكن أنها تهرس القيم متع المجتمع ديالنا شكون كي يدعم هاد الناس شنو واقع في المجتمع اللي ولينا كنشوفه العقوق الوالدين في المباشر وهذا موضوع اللي انتوما أنا غيان برقمت وما تفهموا أنا ما بغيتش نظر على شي شخص بعينه لكن هاد الامر في التالي رجع فارد نفسه فارد راسه وهذا شي خطير جدا لأنه غادش ينتقل بحرن هالي بانه روتيني اليومي كان بانت وحده جوج معروفين باوله بزاف لأنه تنتشره متحج منين بانت متلا شي وحده حلق ناسك تخصى الهضرع كانت وحده جوج معروفين دبا وكل شي كي يخصى الهضرع وللأسف وكان يتعود ما منين وليس كنشوف ايالة الرجال كي نقوله او الاشباه الرجال عيالة الذكر لأنه الرجل لا يقبل وهي كمرأة اي لك انت مرأة حرة لا تقبل لا تعينش لأنه يحكم ان يقولي لأنه يتعود لأنه يتعود لأنه يتعود قيمتي وينزمني وينهين راسي بذلك الطريقة منين تقولي تشوفي كما نقولكم عيالة الذكر وتشوفي مرأة دائرة الحجاب فوق راسها وكاتهضر في العلاقة الزوجية من الصمتة للتحت ماشي كاتهضر باش تفيد الناس او لا موضوع العلاقة الزوجية او لا مثلا كان شي حويج ولكن بحدود شي حويج علمي اللي يقدرون مثلا يدكرون تكون هي مثلا شي طبيبة او لا اخصائية اللي غاد تكلم مثلا في العجل الجنسي مثلا بين الازواج على ذكا بالزدية للحويج اللي طابوهات مثلا تكلم باش تفيد المجتمع فهذا ضرورة ولكن واللي نكا نشوفه وحدا كاتج بده تتكلم على علاقتها وعلاقة او او انا نقولكم انتم ما تفهموا ضرتها والاخرين وكيتعيروك وهدي رمشات وكيتضربوا في الاعراض والقدث والتيهم بالزينة والتيهم بالسحر والشعوادة وهم درورهم فقراصهم ونورمال منت يعني الطبيعي أن يحترم الانسان غيد غيد الحجاب لفقر يعني انسان يهضر يدير ويبقي كي نقوله فمنين هاتش يعني عندهم واحد المشاهدة عالية وكين واحد الاقبل وكينتشجيع وكينتشجيع من طرف اخواته وفريق فريق ديال هاتي انا كان اييد هاتي حيث عندها الحق الاخرى اللي دارت لها وانا كان اييد الاخرى وانا كانت تتكلم فمنين كنت تشوفي هاتش فكتقولي الله يدينا فضو كما كانت تقولي لا الله يذكرها بخير كنت تقولي الله يدينا فضو وكناك انضحكوه فش كانوا يقوله لانا ويا فعلة لانا هاتش بدك يكحال بدك يضلام لانا الحياة بدك يضيقوها وانا نشكوه في حوايجنا يعني وانا تقولي البنت تبقى تخاف انتي تربي بنتك تقولو وش يجيش ينهارت انا بنتي تنضو تقع تعير فيها وتفرشني وتحطني بوجهي وش فهمته هاتش رخاطي رخصو يتوقف وكي توقف رخص نحنا نديرو يدفيد فيما يطلع لك شي فيديو بحلقك هتديري السينيال السينيال ذاك القناوات لانا منيك تديري السينيال اليوتيوب كيوصلوه عدد نتاع السينيال هذا وهذا 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 رك يحبسوهم القناة ديالهم باش الإنسان يتراجع كذلك ما نتفرش فيهم ما نتفرش رغم العنوان بعيد كما قلت لكم تزرفت مراجوج يعني نحن هذا مشكلة قلت ما يدروا الفراغ والفضول نحن نعرف ماذا دارت مع ضررتها وخرافين وصلت لك شي نحن لك تعرفي لكن قلت لك ذلك الفضول رغم أنه ليس ضروري رغم أنه ليس ضروري ليس ضروري تتبعيك على فيديو وتعرفي شنو كان وتدخلي عند هذه وشنو قلها داره وتشاركي في اللايبات ومداخلات لأن هذا شيء ما يفيدك أي شيء ما هو السباب اللي خلال الناس واللات المرة كما نقول لكم داره داره فوق الراس وكتخصى الهضرة والسبان والقبس مطلت تحت ماذا يخلال الراجل يعني سيفته يعني سيفت راجل بالنحية بالشكل الراجل وهو يقبل على راسه وحدياته وحدياته ويعرض مرته ويعرض عيالته ويقدر يصورها ماذا يخلال هذا الشيء هذا السؤال يجب أن نطرحه ويجب أن نحاول على الجواز مواضع ماذا يخلال أن برهوشة برهوشة ما كاملاش 12 سنة تحل الكاميرا وتقلصها في مواضع أكثر منها وأنها تلبسوا وتخرج عادي ويطلقهم ميكرو وطوار في الزنقة ويصولهم أسئلة خاعدة يشلحها واحد الأسئلة التي تحشمي وتجاوبي وترتق عينيها ماذا يخلال أن الأم تقول لبنتها الأم ويجب أن تلقيها تبالك أنها متقق يلا شكلها نحن ندروع هذا الشكل الأم الداخل لا يعلم بغي الله تبالك وتقول لبنتها تصير يدبر على رواية تجوجي عربية وتقعي عيشة بحالة بدون أن تسأل ماذا تكون البنت عايشة حلال ماذا تزوج من أجنبي ماذا حلال ولا يبقى ماذا يحرام ماذا يحرام يتجعل ماذا يحرام ماذا يحرام بنت مراهقة تقعي عيالات بنت مراهقة تقعي بنت مراهقة روتيني يومي تقول لك ومن جيت تتصير معها تقول لك نشاهد نحن نشاهد منابر للأسف الفقر 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 ماذا نشاهد السلطة والتي تسمى السلطة الرابعة والإعلام أنه يكرم العاهرات و يكرم الخرجي للطريق و يكرموهم و يحطون الوراد و الطلقة و يكرموها و خرجات الطريق و يكرموها و لولدات من الزينة و يكرموها و لا نقول لك طلق عيب أو عجب بالعكس هذا حق من حقوق الذي أعطاهنا الله سبحانه وتعالى لكي يستمر الحياة و تعيشي و تكافحي لكي يبقى حل لكن كما نقول لك سلطة تكرم و تجعل المرأة ربطة البيت المرأة و خمق بإمكانيات بسيطة لها قدرة تربية أو لها تربية حسنة قدرة تخرج إما جيل قاري أو على الأقل يعني كي يحشم و خدام بدراعه إحنا تجيل دينا اللي يربوا الوالدين الوالدين اللي كانت عندهم واحد الحاجة اللي ما كيناش في الوالدين تعليهم كلها قليلة إلا مراحمة يا ربي ما بقى تشادي الحاجة قلالة بزاة ما غادش نعمول لأن نتعميم لغات الجهلاء لكن الأكتر ما بقىش يخاف الله الوالدين تعش حالا دي كانوا كيمتازوا بحاجة واحدة ييرخوف من الله يعني كان عندهم أخطاء في طربية بالجملة كان عندهم أخطاء الضرب العنف القمع السلطة الأذوية كان عندهم واحد تفكير دكوري انتي بنت تنضي تخدمي أخوك هذو كلهم أخطاء اللي أدىوا في واحد في واحد الأمراض نفسية عند جيل يعني الجيل الثمانينات والجيل السبعينات ما زالك يعانيم أمراض نفسية بسبب ذاك ذاك الأفكار اللي يبسوها كما قلت لكم يعني كمجموعة الأسئلة الرحلة شون التطحية وش مجرم ليدي هم لدينا ووالدي ولا الأولاد مع أمنا والعقوق الاباء أو عقوق الابناء وش مما أضل رؤية وان Ricky تتعرف في الظالم المظلم وجدك البنت اللي خرجت طعن في الأم ديالها بالمباشر وش هي ظالمة وجاحدة وقليلك الحياة كنقولوا او لمظلومة ضحية أم وقبل لم حسنوش تربية ديالها وهنا غا نوقف بين قوسين واحد رسالة الأخوات اللي كتقول لهم ربي معن ربي شوفوا أخواتي كين التوفيق انتع الله في جميع مناحي الحياة سواء تربية زواج خدمة اي حاجة كين واحد حاجة التوفيق لله سبحانه وتعالى وكما كنت أدالكم دائما أنا شعاري في الحياة وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أونيب توفيق انتع الله كي يجي مني كانت توكله عليه ومني كانت أعطيه وهدوسي ديال حياتنا مني كتي سيف الحياة ديالك تعطيه الدوسي ديالك لحياتك يا ربي أنا جعلتك وكيلي يسر لأمري فربي سبحانه وتعالى كي وفقك هدو بش الأخوات اللي قلتك تقول لك لا لم ربي معن ربي وتنازل على التربية ديال الولاد أو لا تعطينا موندج تقول لك وراء نوح وولده كان عاصي وتقلسي وترجع اللون رب إمكانك تربيه ولداتك رغم التحديات رغم هذا فربي إمكانك الأمر ليس سهل الأمر ليس بهي ولكن تطلب منك واحد الجهد معرفي تطلب منك العلم والدكاء تكون عندك دكاء عاطفي وحد الفتنة وتكوني كتعرفيلي أن التربية تبقى علم كباقي العلوم والعلوم لماذا ندرسوها؟ أننا باش نحاولو ننجحو حياتنا ونساعدو الحياة ديالنا فهذا الجيل كامل اللي كتشوفي ده بضايع وذلك شيء ما مربيش ما كيناش تربية ما كيناش تربية تربية البنات والأخواتي والأخوتي كيتشاركو فيها كل شيء كيتشاركو فيها المجتمع كامل منظومة المجتمع كيتشاركو فيها الوليدين المشكلة لدينا مجتمع دكوري أشياء أن نقول مجتمع كيتشاركو فيها حيات المجتمع دكوري يرمي المسؤولية كل شيء على الأم ومن يكبرون ذلك الدراري إذا كانوا ضايعين الراجل يقولون أولادي ولو لا ضاعوا يقولون أولادك أمهم ما يعرفت الشربيهم والابناتي إلا ضاعوا يقولون يسترقل بالقدرة وفي المطلع البنت الأمها بدون ما يقولون أسباب وذلك المرأة كانت مضغوطة بوحدة لم يقوموا بشكل أمام كيف نختلفوا على الجيل هذا؟ نحن كما أقول لكم ربونا والدين رغم رغم الأخطاء اللي بجملة كما نقول لكم اللي فيها القمع فيها الدكورية فيها العنصرية كانوا يربيونا بألفاظ يعني كي نسبك أرس هذا هذا أجي هنا بعض طوزة أجي هنا سلعفانة أجي مسمومة يصفرت الكمارة ومن ذاك الألقاب يعني كيديروها كي يربيو ضرب العنف القمع بسهب الزب الأخطاء لكن كانت عندهم واحد الحاجة اللي كانت تغطي على هاتش ولي ساعدت أنا نطلع لحنا بعد الجيل تعتمانين لذاك شي كان نديرو ونبقى إلا ليسر ليسر وصافي أما احنا كان نديرو ونبقى وعدنا صبايا نعدنا دنوبنا لكن باقي باقي ذاك الحياة شوية باقي كتشوف في ذاك شي ونبقى صعب جدا لكي تقبلي وشمتي هذو الناس اللي ربهم والدين اللي عندهم هذي الحاجة هي الخوف من الله نحن فش كانوا والدين كانوا يخافوا من الله كانوا كانت قداسة الله سبحانه وتعالى كانت قداسة للشيخ والفقي والأستاد كان نشوف الأستاد دينا كان نحشمه كان نحنه وعينينا لابا الأستاد ولا يكون لعصة تلقي صمو وكانت تصوروا عادي والأستاد كان يجي عندهم وضربت الأستاد وكانت تقول هو تعدالي على ولدي أو للأستاد يحاول يدير الدور وعندي أساسي كتبعوني كانت تقول لك أختي أنا راتي وعندي لدينا نساعدهم في التربية لأننا نحن منظومة تعليم التربية والتعليم يعني التربية أولا كان نساعده بطريقة كيف يتكلم في القاسم كيف يلبس من يدخل رمجيش الكوري يعني يجيب هنا من المدراسة كان نضرف هذا يجيب لأمو أمو من أجل أو من أجل صورة مثلا كيف يتكلم بلغ يجيب هذا يبين هذا مغتصب الأطفال في الجوامع بأنهم صاب كذا زيغاء خضراء مجموعة لألقاب الذي تلقيت عليه لأنه والإعلام لا يجيب أحد الفقير صالح الذي يدير الخير والإلمان والإطلاق في المدين والإطلاق 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 جميع من أن تلق الإمكانيات البسيطة فقط أنه كان يخاف الله وعرفه والإطلاق واحد الذي يدخل يخضع بإسم الدين لأنه الذي يخاف الله مستحير يجب أن يقوم بالفقير في الجامعة ويقوم بالرقية الشرعية للعيالة ويعريهم ويصورهم يجب أن يرسل الأستاذ فقير يدرى أستاذ تضرب ويتنشر الفيديو ويشوفوا واحد ووحد اخر ووحد اخر المجموعة عن الاشياء يشوفها في الواقع فزلك الهيبة يعني عليها كتشوف فيها تجيل ما بقاش كي يحشم الاكترية ما بقاش كي يحشموا علاج لانه ما بقاش تربية ما بقاش والدين كي يخاف والله لان الوالدين ارجع عندهم خصوم غير فلوس اكتر يد الوالدين دابا ماديين بامتياز تسعين في المئة دابا الوالدين سيرا ولدي جوج قاورية شايبا سير الاوروبا غي حرق ومهم غي يديروا ديل الفلوس بحل فلان وفرتلان سيرا بنتي يدبرع لاشي قاوري ماسوق هاشوش يكون هاد القاوري مسلم ولا ما مسلم شوش كي يشرب شراب ولا ما كي يدير سيرا بنتي عيشي حياتك يعني منين ولا والوالدين يعني مادين ولا والوالدين مادين سيرا بنتي عيشي لأخوات اللي كيتشكا وانا عندي ناس اللي كتقول لك اختر وش انا يا كين اللي في اوروبا مخدمة الشر خدمة غير اجلال اللي خدمة سيرا بنتي عيشي لوالدها سيفطيننا سيفطيننا الفلوس عيش انتي في اوروبا وشنوها تدير هادي شنوها تدير اطر انها تسمح فولادة ومشي تخدم بشتر ضيدك الوالدين ولا شنو لانا يتربط على انك لا مادرت يشعود معا واليديك راكي مسخوطة واش فنتنحوا برزاف المعالم اللي أولى والأشياء الي تربين عليهم خاطئين جدا مفاهمينش نوى المفهم ضرردة الحقيقي كيفاش انا نكون مرضية ما فاهمينش اه كذلك اناني كيفاش نربي ولادي تربية حسنان بأن ال� Nodeعر قبل ما تجي التربية ركين واحد حاجة لي هسميتها الإنجاب وقبل الانجاب ركين الحمل ركين واحد الفكره واحد القرار اللي اخديت انا والزوج دي انا ما كتو لديش بواحدك يمكنك تفكره في اسم ولكما تسمى في الاسم ولكما تسمى نحن نضربة حساب السبوع ويضع في البيض ويضعها في البيض ويضعها في البيض ويمكنك أخمي بيتك كيف تفكره كيف تخلص كل شيء سوف يخلصه اشتداب الامهات اللي هاملين ولادهم وقالسة تقول لك اختناعيت وقالت عطيه التليفون ومسوقهاش ومقيمهاش بالطور دياله هذيك الولده ابنيتي هذي يخذواها قاعدة ولا يوريكم ما يخلعكم هاي دير 12-13-14 سنة ما تقديش عليه ولا يكون قبل انا كنا اعطيكم دبا والله لا قديتي عليه اذا ما بقى يتهز معك اذا ما بقى يضرب معك اذا ما بقى يحيد لك صحا وما تريدوا انك شيء صحا لك تربي على القيم حيث من غالت تربي على القيم وتربي على قداسة الله سبحانه وتعالى وان هناك خطوط حمراء ليهو الله الدين و الوالدين الله الدين و الوالدين كانت انه وعلى احترام الغير ون ترتبي على هذه الشيء الاغيثم هنا هناك واحد حاجه البنات اللي خاصكم تعرفوه اما لابد أننا نديرها في دماغ نينا هما اولادنا ما شيم ولكنا أولادنا إلا زرعتي فيهم فكرة ونجاوب على الأخوات التي تقولون لأسماء كيف تقنعي أولادك بصلاوك وكيف تقنعي صارة الحجاب إلا ربيتي أولادك على فكرة أنهم هم ملك لله ومشي ملكك أنت فهنا سيبدأ يحسوا بذلك الحرية وما سيحسوا بذلك الضغط وذلك السلطة لك إلا كانت شخصيته مقوية الأطفال التي يكون شخصيته مقوية لا يقابلوه الشيء السلطة الأبوية لا يقابلوه الشيء يعني تبدأ يطورو عليك وإلا ما عرفت يشتعامي معه ستبدأ يغلع صور الضرب والعنف وما ستقديش عليه ستقنع مضيعة ومضيعة صحتك لأنها ستسترسيت ومرضي دائما زرعوا فيهم ذلك الفكرة هو ملك الله إذا مدام ملك الله ستقدر ذلك لأمرك الله لا يقابلت لك أنا بحالي أنا كنت أقول البنتي وإن شاء الله لأخواتي يقولوا نزلنا فيديو مع سارة إن شاء الله سننزله قلت لها الحجاب قلت لها بنتي ما تدريش لي أنا باش ترضيني أنا أو لا الحجاب ربي يفرضوا عليك وها علش فرضوا وشرحت الهارة هاي يجوها مهم نشاركو معاكم مش مرهر مش موضوع في الفيديو نكت الزرعي لهذا الفكرة أنك أنت ملك الله يعني كتحيديت هذه القضيات العبودية كيف أشي والدي ملكي واشي والدك كبض بش ملكك ماشي والملكك والدك واحد شخص لواحد طفل اللي غادي يكبر واحد يوم من الأيام وعجع واحد الراجل أو غا ترجع واحد السيدة لمستقلة فكريا تقدر تكون مستقلة عليك ماديا مستقلة عليك فأنتي كتوجديها لذلك المستقبل وشتوجدي تكون عنده شخصية قوية لأن الأمر كي صعب الشخصية الضعيفة ونعيش فاذلوقت مبقاتش كتعيش فاذلوقت ستكون شخصية قوية قوية ببدير الله سبحانه وتعالى وقوية بالعمل جاد ومش بالشكل قوية بسلوبها بالعلم دياله تقرأ تعلم تحتل اكبر المناصب اتقى الله في نفسها في اليوم هاد شي راهم زيان كذلك واحد الحاجة اخواتي قبل قبل ما تولده هادك شي اللي غا تبغيه اللي تبغيه الراسك بغيه الولدك لكن انت ضروفك حالتها ضروفك مكحطة بتعيش في الفقر ما عاش بكش الحال وبغا تعيش ولدك في الفقر رائع والاخوات اللي عنهم ذلك الفكرة قال لك لا لا خصناش نديره تنظيم الحامل حيث راسل عليه الصلاة والسلام قال لك تكاثروا اني مباهن بكم الامم سمعوا قال اني مباهن بكم الامم يعني غايتبهبين في نظرك الجيل اذا بكيشتح في تيك توك واتشويد الجيسي غايتبهبهم الرسول عليه الصلاة والسلام فالله يعطيكم الرضا اللي غادي تولد اللي قادة على التربية والتربية ماشي سهلة ماشي سهلة صعبة جدا اللي ما قاداش على التربية واحلاغ في مشاكلها وفعه مع الراجل ما قاداش ودك شي عندها غيه ولد واحد ومحمقة جماع راسا كي كان قولو هيدا كله ولد تحسن التربية ديالو وهذا كي يكون لها احسن احسن من مية واحد حيث كان شخص واحد يقدر يكون امة كي كان قولو كما الله سبحانه وتعالى سمى ابراهيم الخليل سمهه امة ابراهيم كان امة يعني شخص واحد يقدر على الرسول ذلك اني مباهيم بكم الامة وش هيتبهى به هاد الجيلة ذلك يشتح في تيك توك ولا يتبهى في واحد من الصوراج من الصمرة ولا يتبهى في بنت عندها تناشر سنة تلقاشر سنة اه كاتت مشيت بعراس هال موافقات الوليدين ديالها ولا بيدون ما هذا ولا عارفين ولا ما عارفين شو ش هيتبهى بابنات مازالين صغار ووقفين في طريط وارات وفي تيك توكات ومع الخليج وفي اوروبا واحد الكواريت وش هيتبهى بابنات مازالين صغار ومذمينين مخديرات بش هيتبهى بش هيتبهى بش هيتبهى اه واحد اختي ربيه تربية حسنة ولا قدر عليك للله كما تنقول ولا بغربي حلمتك وكان مكتاب عليك الوليدات تلقات والدي بحلي وقع لي انا وحلي وقع لي مجموعة انت عن النساء لكن مني تحقي في ذلك الموقف فالربي عندي اجر عند الله عندي اجر عند الله ربي والتربية كما كنقول لكم ماشي سهلة لكن ماشي مستحلة ممكنك تربية وخا تكوني وخلموا الشمع ضدك وخير دليل انه بزاف الناس اوروبا هنا رغين انتم عندكم مفاهم غلطة على اوروبا والله ما كان الناس لي مربين ولا دوم تربية حسنة واحد السينيغالي بعد انا هدي شهادة حق واحد السينيغالي سينيغالي كان نعرفهم انا شخصية مسلم سينيغالي مسلم لا تعرفو option العربية لكن من تعرفو ان سينيغالين نتصرف رغمول عربية ولدات وبدل زوج اهدavas يونس زوج مع النش anticipated رغمو كيكون مركز呈 berرايةBER ولدات وبرى الحجاب وقى الأخلاق اهداف حق بالحجاب وقم Burgственно اسلام والأخلاق والله يسترنا ويستر ولداتنا ولا يورينا شي حاجه اللي تخلعنا في ولداتنا حيث احنا كن ندير المجهود دينا والكمال كيبقى الله سبحانه وتعالى دير المجهود ديالك بعدها دير المجهود ديالك تقولين الله عن نوح والدعا صي ولا ولا مربما عند ربي ولا أختي هادك شي غاية توفقد الله إلا كين توفق كين دعاء وكين العمل جاد وحاشا والله أنا ربي يضيع لك العمل ديالك نخليكم في أمن الله ونقول إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه يقوني بشكرا لكم